تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجبها والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 455 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 103 أطنان مواد غذائية وغير غذائية في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 25 طنان كما تم ضبط أكثر من 58 طنان في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 712 قضية من بينها 47 قضية خبز ناقص الوزن و 105 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط 17 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 72 و70 طن أقماح محلية اشتركوا في القناة